اسم التجربة ما الذي يبقي السدادة متحركة في مسار دائري؟ الهدف من التجربة الربط بين المتغيرات في الحركة الدائرية المنتظمة وتصميم تجربة تشتمل على ثلاثة متغيرات على أن يتم من خلالها تثبيت أحدها وتبرير طريقة استعمال عدة دورات في تجربة القوة المركزية لتقليل أثر الأخطاء العشوائية عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر من الأطراف الحادة للميزان النابضي والملزمة أدوات التجربة خيط نايلون سدادة مطاطية مثقوبة كتلتها 22 بالألف من الكيلوغرام ميزان النابضي ملزمة طاولة أمبوب بلاستيكي ساعة إيقاف خطوات إجراء التجربة الجزء A فبات نصف القطر مع تغير السرعة نركب الأدوات كالآتي نسجل طول الخيط من قمة الأنبوب إلى السدادة لثلاث محاولات في الجدوى الواحد ندور السدادة مع المحافظة على قراءة ثابتة للقوة على الميزان النابضي لتدور السدادة ثلاثين دورة وننتبه إلى الوقت على ساعة الإيقاف ثم نسجل بيانات القوة والزمن في العمود الخاص بالمحاولة الأولى في الجدوى الواحد نزيد سرعة الدوران ونلاحظ ما يحدث لقراءة الميزان النابضي ثم نسجل بيانات القوة والزمن في العمود الخاص بالمحاولة الثانية في الجدوى الواحد نكرر الخطوة الرابعة ونسجل البيانات في العمود الخاص بالمحاولة الثالثة في الجدوى الواحد الجزء بي ثبات القوة مع تغير نصف القطر في هذا الجزء سنغير نصف القطر مع زيادة السرعة والمحافظة على قوة ثابتة ندور السدادة مع المحافظة على بقاء القوة ثابتة على الميزان النابضي ونسجل زمن ثلاثين دورة باستعمال ساعة الإيقاف ونسجل بيانات القوة والزمن في العمود الخاص بالمحاولة الأولى في الجدوى الاثنين ونسجل نصف القطر نزيد نصف القطر ونزيد السرعة أيضا ونحافظ على بقاء القوة ثابتة ونسجل زمن ثلاثين دورة باستعمال ساعة الإيقاف ونسجل بيانات القوة والزمن في العمود الخاص بالمحاولة الثانية في الجدوى الاثنين ونسجل نصف القطر نكرر الخطوة الثالثة ثم نسجل البيانات للقوة والزمن ونصف القطر في العمود الخاص بالمحاولة الثالثة في الجدوى الاثنين ثم نرسم رسما بيانيا للعلاقة كما هو موضح في الشكل النتائج عندما تزداد السرعة يؤثر الخيط بقوة أكبر في السدادة للمحافظة على نصف قطر الدوران نفسه لذا فإن القوة المركزية تصبح أكبر القوة المركزية الثابتة تحافظ على التسارع المركزي ثابتا للكتلة نفسها لذا يجب أن تزداد السرعة عند ازدياد نصف القطر للمحافظة على العلاقة بينهما عند قياس الزمن لثلاثين دورة تقل نسبة الخطأ المرتبطة بقياس زمن الدورة الواحدة وعليه فإن حساب السرعة الدائرية سيكون أكثر دقة وهذا العمل يشبه قياس زمن دورة واحدة ثلاثين مرة وحساب المعدل ولكن بصورة أكثر دقة ترجمة نانسي قنقر